لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد بلا أدنى الشك أن محاكمة توفيق وطرطاق وحنون والسعيد ما زالت تثير الجدل وستبقى تثير الجدل آخر التطورات قد تم تحويل سعيد بوتفليقة إلى سجن الحراش طرطاق لا يزال في السجن العسكري بالبليدة عنده قضية أخرى وأنا دائما أؤكد على أنه سيخرج أيضا وسيغادر السجن لأن الملف حقيقة لما اطلعت على بعض حيثياته ملف فارغ أيضا سيعودوا إلى بيتي بقي السعيد بوتفليقة سيواجه مصيره مع جماعة مع لوح وحداد وغيره وهذا لا يعني شيئا بالنسبة إلى الحكام الحاليين في الجزائر المهم استرجعوا توفيق وسيسترجعون طرطاق كما أيضا استرجعوا خالد نزار وسيسترجعون أيضا بعض الضبات والجنرالات الموجودين في الخارج وأيضا كما أيضا استرجعوا الكثير ممن كانوا يقبعون في السجون بتهم الفساد وفي أشياء أخرى الآن كما قلت في المداخلة السابقة بأن محتوى المحاكمة يدل على أن الملف فارغ هل أفرغ من محتوى أم لا؟ هذا يبقى السؤال مطروح لا يعقل أن الملف الذي تحدثت عنه الصحافة ونشرته جريدة الوطن وجريدة الخبر اللي سمحوا لهم بحضور مجريات المحاكمة أن هذا المحتوى يدل على أنها هناك أصلا جناية أو أن يستحق هؤلاء الحكم بـ 15 سنة سجن إذن إذا كان المحكمة العسكرية وأجدد الكلام إذا المحكمة العسكرية حكمت لهم بناء على هذا الملف في سبتمبر 2019 وفي فيبري 2020 و15 سنة فهو ظل وإذا كان هناك ملف آخر فأين إذن الملف؟ إذن في الحالتين المحكمة العسكرية هي التي في قفص الابتهام وستظل كذلك لأن هذه القضية ترتبت عليها أمور كثيرة في مرحلة سابقة وترتبت بمسار نراه يجري الإنقلاب عليه والردة تنخر أو صالح نستمع في هذا الإطار إلى ما قاله الفريق الراحل أحمد جيد صالح على هذه القضية بالضبط لقد تترقت في مداخلة يوم 30 مارس لاجتماعات مشبوهة التي تعقد في الخفاة من أجل تآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة بساعي الجيش الوطني الشعبي ومقصرحته لحل الأزمة إلا أن بعض الأطراف وفي مقدماتها ريس الدائرة الاستعلام الأمن السابق خرجت تحاول عبث نفي توجدها في هذه الاجتماعات ومغارضة الطراء العام رغم وجود أديل الأغطائية تثبت هذه الوقاية المغرضة وقد أكدنا يومها سنكشف الحقيقة وهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع والتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة وعليه وجه لهذا الشخص أخر إنذار وفي حال استمراره في هذه التصرفات ستتأخذ ضده إجراءات قانونية صالبة كما رحظتم وستمعتم إخواني الكرام أن الفريق الراحل أحمد قايد صالح رحمة الله عليه تحدث عن اجتماعات مشبوهة وليس اجتماع واحد المحاكمة تتحدث عن اجتماع واحد ولم يتم ذكر اجتماعات أخرى المحاكمة التي جرت ونال بها هؤلاء البراءة ولكن الفريق أحمد قايد صالح تحدث عن اجتماعات أمر آخر أن الفريق أحمد قايد صالح تحدث عن الأدلة القطعية والأدلة القطعية حسب مع ملوماتنا كانت تسجيلات تسجيلات صوتية وهذه التسجيلات قدمت إلى أثناء التحقيق إلى المحكمة العسكرية وهذه التسجيلات فيها ما يثبت وجود مؤامرة وتآمر لعزل القايد صالح والاستحواذ على المؤسسة العسكرية لنسلم جدلاً أن هذه المعلومة التي أتينا بها قد تكون صحية قد تكون خاطئة بل أن نعتبرها مجرد معلومة معلومة تخضع إلى كل الاحتمالات نأخذ ما ورد على لسان أحمد قايد صالح قال أدلة قطعية مش معنىها أدلة قطعية؟ في الفقه القانوني أدلة قطعية الأدلة هذه التي تحدث عنها الجيد صالح راه تكون تسجيلات تكون صورة تكون أشياء كثيرة تثبت التهم التي وجهت إليهم من خلال المادة 277 و 78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري وجود أدلة قطعية تثبت؟ أين ذهبت هذه الأدلة؟ لو تابعنا الإعلام ما كتب أنا ذاك التلفزيون وتقرير كلها تثبت على أن القضية تتعلق بمؤامرة بمؤامرة إذن لا يمكن أبدا أن يكون الجيد صالح أطلق هذا الكلام على عواهنه بل أنهم في فيذري بعد رحيل الجيد صالح حكموا عليهم 15 سنة معناها أن القضية لا تتعلق بالجيد صالح تتعلق بملف ساخن لما حدث الاتفاق صفقة حدثت صفقة بين توفيق وشنجريح وكذا وكذا إذن تم إخفاء هذه المواد هذا هو الاحتمال أو أنها اعتبرت أنها تسجيلات غير قانونية ولكن لم يجري الحديث عنها لأن التسجيلات عندما لا تتسجل بإعاز من طرفه بأمر قضائي لا يعتد بها وإن تأخذ في بعض الأحيان على تسبيل الاستدلال ترى هل هذه الأمور جرت بهذه الطريقة إذا كانت غير قانونية فلماذا كانت قانونية في فيفري 2020 وفي سبتمبر 2019 وإذا كانت قانونية بالفعل لماذا لم تأخذ بها في الآن في جنفر 2021 إذن القضية عليها علامات استفاد القضية جاءت بناء على صفقة وواضحة الصفقة يرجع خالد نزار تبرمج القضية بتلك الطريقة يتم إخبار المحامين يوم الخميس والمحاكمة يوم السبت يوم السبت عطلة أسبوعية هي المحكمة راهي فتحت لهم كل الحيثية تتحدث عن البراءة مجريات المحاكمة واضحة جدا أن هناك أوامر بتبرئة ساحتهم أن يابا لم ترافع ضدهم وهي التي من المفروض تمثل الدعاء العام وتدافع عن اتهام وتدافع عن المواد التي تم الاحتكام عليها ومن خلالها تم توجيه التهم إلى هؤلاء لا شيء بل أن النيابة طالبت تطبيق القانون والمتعارف عليه عندما النيابة تقول نطالب بتطبيق القانون ففي هذه الحالة فهي معناها البراء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله